السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة. وقبل ما نخش في تفاصيل الحلقة جماعة كنت عايز اسألكم سؤال كده يعني بما اننا اخوات وبما اننا كلنا في ظهر بعض يعني وبصراحة عمركم اثرتوا معايا في اي حاجة. اسألكم سؤال وانتو برضو بما انكم شركاء معايا في القناة تقولوا. انا ناوي ان شاء الله اعمل يعني زي تجربة مروان سري وعمر صوحي وممضوح نصر الله. وهعمل تجربة كده ان انا هلعب يعني فيفا او بيس. اه وغالبا هلعب بيس اه دوري مصري. اه مطشاط بقى الاهلي والزمالك والدوري المصري وافريقي وكيس عامل اندية وهكذا. وريب ان شاء الله جدا بازن الله وبحضر الله وتبقى حاجة حلوة قوي تليق بيكو يعني. فهل انتو حابين ان انا انزل فيديوهاتها على القناة دي قناة صاحب الكرة عادي وتبقى قناة شاملة الحاكتين. اه جيمز. اه وهي مش جيمز عمتن يعني هو بس كورة بس مش اكتر وهتتكلم كما هي على الدوري المصري ودور ابطال افريقيا زي ما قناتنا بتتكلم. اه واهلي وزمالك بقى واسماعيلي وبيرامنز ومواجهات اه قوية يعني. ولا اعمل لها قناة وحدها منفصلة. واللي عايز يتفرج هنا او يشترك هنا يشترك. واللي عايز يشترك هنا يشترك. فاقول لي كده رأيكم حابين كلهم يبقوا شاملين في قناة واحدة اللي هي قناة صاحب الكرة. ولا نقسمهم على قناتين. قناة اخبار صاحب الكرة تحليل. اه اللي هي صاحب الكرة يعني تحليل واخبار وتصرحات وحاجات كده. والتانية غالي ما نتبقى اسمها صاحب اللعبة. اه نعمل فيها اللي احنا عايزينه. ولا الاتنين على بعض بازن الله. عرفوني بس في كومنتات لان ده اجاب سؤال مهم جدا ومحتاج اجابتكو. ان شاء الله قريب بازن الله يعني هلحق بالركب بتاع دكتور ممدوح نصر الله واخوه يا اكيد مروان اه سري وطبعا اه يعني عمر انصوحي يا بابا المجال يعني. الاهلي يوقع مع ابو تريكا الجديد محمد صلاح يرفض ايهاب جلال. صفقة انسو برعة لابواب النادي الاهلي. وابد ما نخش في التفاصيل استأذنك تشارك في الحلقة تشارك في القناة تشارك في الحلقة تشارك في القناة بازن الله وتشرفنا. وفي زرار اه يعني بتاع تفعيل الجرس وص عليه. وما نساش تعمل لايك للحلقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا انتم مستغربين العنوان وعملين تقولوا مين ابو تريكا الجديد? ويعني ابو تريكا الجديد والاهلي وقع مع مين? بصوا يا جماعة. يعني اه بجد من ساعة ما ابو تريكا اعتزل من النادي الاهلي. انا ما شفتش لاعب جيبعد ابو تريكا كان قادر انه هو يعوض مكان ابو تريكا او يعوض مركز البلايميكر اه اللي ابو تريكا مصري عمتا. يمكن اه زي احمر عبدالقادر. يمكن قبل احمر عبدالقادر عشان كنت صريح معاكم. كان عندي يعني توقع بان صالح جمعة كان ممكن يبقى هو ابو تريكا الجديد وهو اللي عوض مركز البلايميكر اللي اه يعني فقد من ساعة ابو تريكا ما ميشي. عبدالله السعيد عوضه حبة ولكن ليس بنفس القدر. اه شفت صالح جمعة قلت بجد الرجل ده او اللي عبدالله 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 سعر نفسه وركز وكان تركيزه في الكرة بس. اه والتألف نفسه يعني كان عنده يعني يتقى ربنا كده في نفسه. هيبقى في حتة تانية وهيعمل اه او هيعوض مكان ابو تريكا. الى ان ظهر الزقبقي. الزقبقي دي. الزقبقي. احمر عبدالقادر. بجد يا جماعة عبدالقادر لاعب اه ما شاء الله والاقوة تقليل بالله موهوب جدا جدا جدا. اه عنده ثبات فعالي وعنده برود اعصاب وعنده اه مهارات اكتر من رقيعة. لو ده سعر نفسه ركز مع نفسه جمد جدا. هيقدر انه هو اه يكون اه يعني لعب رقم عشرة او صنع العاب مصر والاهلي القادم. ومش بعيد نشوفه كمان اه محترف برا في اندهاء اوروبية كبيرة. احمر عبدالقادر يا جماعة لاعب بجد ما يعودش دكة لاي حد ولا في النادي الاهلي ولا في منتخب مصر. كان في ظلم كبير جدا من كارلوس كيروش لاحمر عبدالقادر في عدم ضمه لمنتخب مصر كان هيفدنا جدا جدا جدا. ولكن يعني اعتقد القادم افضل بازن الله. فالنادي الاهلي حب ان هو يقام من احمد عبدالقادر ابو تريكة الجديد. ويوقع معاه عقد جديد. خلاص الموضوع على يعني يقترب من النهاية او يقترب من التوقيع مع عقد جديد لحمد عبدالقادر. اه يخليه يعتبر من الفئة التانية او على اعتاب الفئة الاولى من اللاعبين. العقدة هيكون يعني في السنة من ستة لتمانية مليون جنيه. ده رقب طبعا حلو جدا جدا للاعب شاب زي احمد عبدالقادر. اه رقم ممتاز جدا يأمن به اللاعب يحط له شرط جزائي كبير عشان ما فيش اي حد يقدر ياخد اللاعب او يغريه. مع ان احمد عبدالقادر من اللاعب العقلة جدا اللي ما اعتقدش انه ممكن يمشي وراء الفلوس هو راجل مركز في مستقبله جدا ربنا يحفظه وربه يزيده. انا بحترم جدا يا جماعة لعيبة الشباب اللي بتركز في مستقبلها فقط وبتركز في الكرة فقط. ومبتجريش وراء الفلوس ولا الشهرة ولا يعني يسيبوا نفسهم يعني للبنات او للفساد او كده. ربنا يا رب يوفقه ان شاء الله والاهلي بيحاول يرحق الموضوع ده برضو عجبني خطو من الزمالك مع مام عشور ان غالبا يعني اسمعنا برضو اخبار ان هو اللاعب كان عقده مليون ومتين هيقصل لخمسة مليون برضو في خطوة كبيرة او قوية من نادي الزمالك لتأمين عقد اللاعب وبحبنا يا جماعة كده لما يكون فيه لعب شاب كويس حاول دايما كانت يتأمن اللاعب ده وتأمن مستقبله وتأمن ان هو ما يمشيش ببساطرة انه لعب كويس جدا ويوم ما يجي يمشي لازم يمشي باملغ محترم انت ما تجيبش تربي وتشهر وفي الاخر اللاعب يسيبك ويمشي. محمد صلاح يرفض اهاب جلال لغاية دلوقتي يا جماعة محمد صلاح كان يعني الراجل متمسك بوجود مدير فني اجنبي في منتخب مصري مش عايز مدير فني مصري. آآ وقال الموضوع ده او قرأي اكتر من مرة. ولكن اتحاد الكرة المصري قرر ان يكون فيه مدير فني مصري موجود وهو كابتن اهاب جلال. محمد صلاح يرفض اهاب جلال. هو طبعا مش بيرفض كابتن اهاب جلال بشخصه. ولكن بيرفض الفكرة ان يجيب مدير فني وطني او مصري. هما محمد صلاح بيرشح ان يجيب مدير فني اجنبي قوي. وعلى مستوى عالي. يقدر آآ ياخد مصر لبر الامان ويقدر يوصلها ان احنا نكسب كأس الامر الافريقية وايضا نوصل او نصعد لكأس العالم. وما زال محمد صلاح غير آآ يعني آآ غير مرضي وغير موافق على وجود مدير فني مصري في منصب المدير الفني لمنتخب مصر. ولكن تم ترضياضها من اتحاد الكورة وحصل زي المكالمة كده اقتفية اللي هو معلش شابه صلاح ايه اصبر علينا بس كده ربنا يكرم احنا نجيبين لفترة معينة وفترة موققتة. وده اللي خلى يحصل برضو مشدة او خناء ما بين اهاب جلال والاتحاد الكورة. اهاب جلال عايز يومني سنتين كاملين. اتحاد الكورة مش عايز يومني سنتين عايز يومني سنة اعتقد وشهرين. لغاية ما آآ يعني تنتهي تصفيات كأس اموة افريقية او لغاية كأس اموة افريقية القادم العشرين تلاتة وعشرين. آآ فهنشوف يعني الموضوع هيمشي ازاي? آآ اهاب جلال هو اللي هيمشي كلامه ولا اتحاد الكورة اللي هيمشي كلامه من اولها كلها صراعات وخناءات. صفقتين سوبر على ابواب النادي الالي. النادي الالي يا جماعة بيحضر فلوسه وبيحضر صفقتين سوبر جدا. آآ يدعم بيهم خطوط هجومه. ده غير صفقتين سوبر ايضا في الدفاع. آآ يمكن موسماني آآ مهتم بصفقة مدافع آآ آآ جدا. وغالبا انه موسماني يمركز على صفقتين ولكن في صفقة اعتقد منهم آآ في الدفاع هتيجي. آآ اعتقد اسمه اونيانجو في مدافع قوي يتميز بالصلابة. فآآ موسماني مدي توصيات ان الاهلي حاول يتعاقد معاه في ظل التخبط الدفاع النادي الاهلي وعدم الاستقرار على حالة بدل اكرم توفيق. وايضا يعني آآ مستوى رمي ربيعة وغيابه آآ ومحمد متولي كثير الاصابات آآ وايمن اشرف يعني آآ العافياجي او ايمن اشرف يا جماعة من اكتر المدافعين اللي بشوفهم بينزلوا بياخدوا انزارات وعندوا مشكلة. فاعتقد ان الوحيد الجاهز دلوقتي حامل عبدالمنع مواسي إبراهيم ولكن ايضا محتاج آآ موسماني يدعم بقوة ودفاعية اكبر من ذلك. آآ صفقتين السوبر بقى غير دول الدفاع ان الاهلي خلاص بيحضر فلوسه لجلب بن شرقي وموليكا. موليكا هو يعني القاتلة البشرية والدبوب البشرية للاهلي بيحاول بكل جهود ان يتعاقد معاه ويغري ان هو يجي النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي ايضا اعتقد ان في نهاية الموسم ممكن ما نشوفش قليل دانج تاني قليل دانج له عقد احتراف برة قوي جدا. واعتقد برضو في نهاية الموسم الاهلي هيفاضل ما بين ميكي سوني وبرسيتاو احدهم سوف يبقى والاخر سوف يرحل. آآ والاهلي هيفتح يعني مجال اللاعبين او او مكانين للاعبين محترفين اعتقد. آآ في آآ في الفريق. والاهلي قضيت في حيرة عنده ميكي سوني عنده برسيتاو عنده قريد دانج وعنده عالم علوله عند بدر بنون. فلعاية الموسم سيتم تحديد مصير بدر بنون. لو كانت حالته صعبة الشفاء ربنا نشفيه فيها تم الاستغناء عنه. وايضا آآ سيتم المفضلة ما بين برسيتاو وميكي سوني احدهما سيرحل واحدهما سيبقى. واعتقد اليو دانجا يحترف اوروبيا. فكده الاهلي هيفضل على الاقل لمكانين او تلاتة اللي هم غالبا لبن شرقي وجاكسون موليكا وايضا آآ اونيانجو مدافع سانداونز. وبكده تكون انتهت اخبار اول حلقة. كان مع خوك عمراءاتي في قناة صاحب الكورة. بعد الحلقة دي ان شاء الله في حلقة تانية كمان كمان شوية. شوك ان شاء الله فيديو قديد. السلام عليكم.